بص بقى صديقي وركز معي. هل الزمالك ممكن يسايد المارش الفري بيرامنز? اقول لك قولة واحدة لزمالك لو عمل حاجة زي كده يبقى احنا كلنا يعني محتاجين نروح السراء للصفرة. نحجز هناك كلنا. رسمي. ليه بقى? نادي الزمالك ترتيبه المركز الخامس. عنده 48 نقطة. لو كسب المارش ده هيدخل مربع زهبي. وهيكون عنده 51 نقطة. ونادي الزمالك كده كده هتخصوله تلتة بمط في الانسحاب الكارثي. وهيفضل هذا الانسحاب يقول لك سبة في تاريخ مجلس الادارة. فانا ما بقى مهمش ولكن القرار ده. هيفضل علامة استفهام لابد الابدين. بتاع الانسحاب معشي الاهلي ده. ما علينا. فانت فعندك ست نقاط. تلاتة اللي هم اتخصمو لك بسبعها بلعبك. وعندك تلاتة كمان هتخصمو لك في نهاية الموسم. فانت اصلا مش في عرض نقطة. انت في عرض تفتوفة نقطة. ففكرة ان انت تسايب يبقى انت هتخش بقى في ايه? في المزلقان. المزلقان بتاع ايه? بتاع نص الجدول. ولو نادي الزمالك لان هو ايه صاحب العالم يميز. اذا مالك ازاي? هيفكر يسايب وهو اصلا في عرض ايه نقطة. ووضعه صعب. وعشان يكسب يخش المربع الزهبي. ومستحيل يقبل عنافسه ان هو يخش في موس الجدول. الى لو فيه قرارات اتخذت. بين اللاعبة من جواها. عايزة برامز يعمل حاجة. فاعتقد برضه ان حتى لو اذا مالك سايب لبرامز برامز مش ياخد الدوري. عزيز المتابعة. خلانا نتكلم بالعقل. ان ده الاهل لو كسب معجلاته هيعد برامز بسبعة بنت. والنادي اهلي مطالب ان يخسر تلات مطشوط من تمن من تمن مطشوط تقريبا. يعني تالبا من النص. ودوت مش ضرب من الخيال. دوت يعني خلينا اديك مسال كده عشان ده يحصل. يعني خلي اديك يبيض. اول ما اديك يبيض الاهل هيخسر تلات مطشوط. سهلة جدا. خلي اديك يبيض. سهلة. لو اديك بعض الاهل هيخسر تلات مطشوط. يبقى انت لو فكرت ده يعني بديك السيناريو بقى اللي هو الخبيش شوية يعني. ان زمالك قرر انه يخدم برامز. مفيش خدمة. لانك انت لو عملت ده انت برضو مضرور. زي كده قرارك بتاع الانسحاب قدام الاهل. انك انت مكيش حد الاهل هي قال لك. برينس. حبيب قال لي. ديدني تلاتة فونت. ده محبك والله العزيز. ورايح تلاقبتي. وتخص منك تلاتة اخر موس. فانت لو فكرت ان انت تخلي برامز يكسبك ده سيناريو بقول لك ده مستحيل بعد انها حكيته لك المس الجدول وربع الجدول وييد الجدول وبتاع. لو واحد في المية ممكن يجي على بال اللعيبة والجمهير ولا اي حد. ده سيناريو بتنجاني. لاني انت مش تمح عاجة. مش اي حاجة بغير. لالاهل هيخسر الدوري. ولا برامز هتاخد الدوري. ولا في اي استفادة في الموضوع غير ان السيادتك هتنزلك وتنزل تكتشف بربط رول تحت. هتنزل ساعتها في المركز السبع والتامن بقى. لانك لسه كمان بعدها يكون عندك خصم تلاتة بنت. فايه اللي استفادة? والايات واستفادة. هل النادي الاهل في تمام مباريات يقدر يخسر تلات متشاط? انا قلت لك في حالة ديت لو ان الديك باض ممكن النادي الاهل يخسر تلات متشاط. بس سهلة جدا. لو حد عنه ديك بيبيض يقول لي وانا هقول لك ان الاهل يخسر تلات متشاط من التمانية الجاية. من التلاتة من التمانية الجاية. ده الحالة الوحيلة ان البرامنز يحول فيها الدولة العامة. فالموضوع خلصان. واعتقد فوز الزمالك يحسم الموضوع بكرة بشكل راسبي. يعني الزمالك بكرة ممكن يهدي النادي الاهلي بفلط الدولة. وعلى فكرة ده حصل في المغرب على فكرة. شايف في العلاقة الترضية الكلاسيكو زي كده عندنا اهلي وزمالك ومن الوداد والرضاء اكيد حراكم عارفين. وكان فيه ماتش ليه الـ مشتكر مين اللي وجب مع مين اعتقد الرضاء اللي وجبت. على ما اعتقد الموسم اللي فات. مش مش ده اللي قابليه. كان الوداب بنافس مع الجيش الملكي. سنة الفاتت مش السنة دي. سنة الفاتت. اللي فاس فيها الجيش الملكي. فكان الوداب بينفس على بطولة الدورية. وكان الرضاء بلعب لقاء مع الجيش الملكي. والجيش بقى طبعا هو المنافس بتاع الوداد. فالرجاء كان مركز خمس او سادس بس عايزة حسن ما كانوا في الجدول. ام كسب له الجيش الملكي. على ما ذكرت الجبن يعني. لان انا فكر ان الفيديو ده انا حللته. كان من سنة فين تقريب. والرجاء ما ماتش قوي جدا. قوي جدا. وعطلوا الجيش. والجيش ده ما كانش بيخسر اصلا. هو في النهاية الجيش خد البطولة. لكن عايزة ديك على حتة ايه? حتة الفرقة الكبيرة. ملاقش علاقة بقى انت المنافس بتاعه ومش المنافس بتاعه انا ليه علاقة بي انا? انا هاختم الدوري فيدي. فرجاء كان عايز يختم الدوري في المربع الزهبي. نفس زمالك بالزبط. فما رضيش يضحي باسمه. وكانت رغم ان كان فيه جمهير بتيجي تقول لك هنكولس ونسيب الماتشو. واحنا ما فيه نفس الفل. نفس الحدوثة بالملي. بنفس موقع نادي زمالك في الجدول دلوقتي. والرجاء عمل ماتشو اسطوري. وكسب له الجيش واده له هدية لفريق الوداد. ولكن الهدية ما نفعلش لحد الاخر وقدر فريق الجيش برضه ان ياخد البطولة. اللي انا عايز اقول له يا جماعة. بكرة لو زمالك كسب فريق برامدز هيكون الاهلي لو كسب مواجلاته هيكون الفريق هيصل لعشر نقاط. وعشر نقاط معنى كده النادي الاهلي مطالب انه يخسر اربع مانشوات وكده سلامتها محسن. كده خلاص. يبقى بكرة زمالك لو فاسبق على برامدز هيكون الدورة راح للنادي الاهلي بنسبة تسعة وبسعين فاصلة تسعة من عشر. ولا من وجهة نظر يكون مية في المية. يعني يكون الموضوعات حسن. حتة زمالك يسيب انا عشان يطلع كل حبايب هيكون وقع برامدز في النقطتين وبرامدز اصلا في عرض اي نقطة. فحتى التعادل للمصلحة الزمالك اللي انه يبقى مركز خامس ويضحي بالمربع الزهبي ولا المصلحة برامدز محدش مستفيد. برامدز هيكون خسر نقطتين كمان زائد السبعة اللي راحوا منه هيكون تسعة بونت. طب ايه الاستفادة? آآ برامدز كسبة الزمالك الزمالك هينزل تحت يكتشف قبار بترول. وبرامدز بشاخه بطولة الدورة. طب ازا مالك كسب برامدز آآ ازا مالك هينط ويخش في المربع الزهبي والوحيد اللي مستفيد ازا مالك. وبرامدز كده كده بطولة الدورة اصلا رايحة منه. فموضوع محسوم. فحنتة الفير بلاي هكون موجودة.